السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة وان محمدا عبدك ورسولك اللهم ان كانوا محسنين فازد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين ان امواتنا قد خرجوا من روح الدنيا وسعتها الى ظلمة القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم جنات النعيم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لنا ولهم وارحمهم رحمة شاملة اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس قولوا جميعا امين 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 يا رب اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسون اولئك رفيقا يا رب العالمين ابديلهم دارا خيرا من ديارهم واغلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنة اللهم يا رحمن الرحيم اجزهم عن الاحسان احسانا وعن الاساءة عفوا وغفرانا اللهم ارحمهم تحت الارض واسترهم يوم العرض ولا تخزهم يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم اغفر وارحم واعفوا وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاهز الاكرم اللهم يا رب ان رحمتك وسعت كل شيء فارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين ارحمنا ياد الجلال والاكرام واحشرنا وايياهم مع المتقين واحشرنا مع اصحاب اليمين وبشرنا بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية لكن الحمد لله أنا دكتور بغيتي باعوان الوالدة لي هذي 14 وقت مفات الله أكبر ودرا هذي عام كانت باش مريطة ونا كنت معاها ونهاري كانت صح الله غبعت وفاقت لي عايتم أخوتك يجامعه وقصر أنا أخوتي كاملين وكتقولي أنا مش مش موطة أمشي بحالي بغيتي والحمد لله جامعنا كنا أنا واحد دختي لي بقيم بلد ودرا بغيتي تدخل لي هالرحمة يارب يارب ودخل لي هالرحمة يارب 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 ودرا بنا أختي مع الوالدة عنده 95 عام ودرا بحنا معه في الدار كان رفده خوتي يخرين في الدياد يألو لا إله إلا الله الله يرحمه والحمد لله وانا أختي زمن كانت درا بك أنتصخروا للوالدة الرجل كبير معه في الدار وبغينا تدري مانا أنا وواليده وحتا قوتي يخرين ودعوة الوالدة دخل لي هالرحمة نهار جمعة يارب 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 بإذن الله الله يحفظك الله يرعاك والسعدات المهمة سعداتها سعداتها أن الحمد لله ولداتكم ثم ابنيات ولك يولد البنيات يكون الحمد لله مرحوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فعالهن وكسهن من جدته كن له حجابا من النار لعنده ثلاثة البنيات أو ثلاثة الأخوات وعالهن يانته الله فيهن وكسهن من جدته لبسهم ووكلهم وشربهم وتعمل معهم بالرحمة حتى بلغهم البيت الزوجية قال لك هذا يكونون له حجابا من النار فقال صحبي يرسل الله وإتنتان تعمل معهم بالرحمة تعمل معهم بالرحمة احتم لهم البيت الزوجية قال لك هذا يكونون له حجابا من النار فقال صحبي يرسل الله وإتنتان قال له وإتنتان بل من النار فقال صحبي يرسل الله وإتنتان قال له وإتنتان فقام صحبي أخر قال يرسل الله وواحدة حتما مقضية ثم ننجي الذين يثقوا ونذر الظالمنا فيها جثية فالنس يمرون على الصراط مرور الخاطف البرق الخاطف هناك من يمر يمشي على قدمين هناك من يزحف على بطنه هناك من تاته كلابيب لكن هناك من هو معفي من كل هذا السيناريو من هم المعفيون مجموعة من الناس من بينهم من عنده بنات عنده أخوات فعالهن وتعمل معهم بالإحسان وتعمل معهم بالرحمة وتعمل معهم بالكرمة الإينات على وجه الخصوص دون الذكور حتى بزاف نسك التهم الإسلام بأنه أعز شأن الذكور وأهان شأن النساء وهذا ظلم وحيف في حق شريعة وعاقدة الرحمن اللي عنده البنات كي أعطي الله بمتياز من القبور إلى القصور كي يكون الإنسان في القبر دياله ثم كي يحل عينه كي يقرس إلى القصور مباشرة وكي يعفيه الله تعالى من باقي المراحل المراحل ديالبعث النشور الحساب وهو اليوم القيامة كي يدوز كي يدوز برحمة الله هاتوش كناهم اللي عندهم بمتياز من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو إثنتان أو وحيدة أتلّى فيهم فهنيئا لأمك هنيئا لها الحمد لله رباتكم تربية حسنا ودبل الحمد لله الدليل لأنك كتنتمسي لها الدعاء مع الناس في هذا اليوم الأخر أزيد في المدد ديالكم أتلّى في الوليد تلّى فيه رحمته وباركته معه اللي كي بغي موت الإنسان كي قل له الله تعالى تعالى إلينا ترتاح عندنا ربكي طلع على المصير دي العبد أو دي الأمى اللي لقى بأن نحيته غير فعل عذاب المعاناة كي قل له بارك عليك تعالى إلينا ترتاح عندنا نعطيك جائزتك وكمشي يخذ الجائزة دياله واللي ما زال ربي يعلم سبق في علمه أن ما زال عنده الخير في حياته يمدد له العمر ما زال غير صلي ما زال غير دكور ما زال غير سوم رمضان ما زال غير درك ليلة القدر ما زال غير درك الجمعات ما زال ربي بغي له الحسنة أما اللي ربي عز وجل سبق في علمه غير يتعدب وغير يبغى غير يتألم ويألم لآخرين يقول لبارك عليك تعالى عندنا ترتاح وتأخذ جائزتك وهديتك كل شيء يخذ الجائزة والهدية أما الشهداء اللي متوا في الحرب أو متوا مظلومين أو متوا مغدورين هؤلاء يبعثون على منابر من نور وربك اعتمتاج الكرامة وخاكا حزن لفقدهم ولكنهم عند ربهم يرزقون ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين حق بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوفون عليهم ولم يحزنون نحن كنشفوه هذه الأسبوع هذه الأحوال الغريبة والمتردية ديال الضحايا اللي في الشرق الأوسط في فلسطين كنقول الحمد لله على نعمة الإسلام اللي كيبرد القلوب ديالنا هي أن الشهداء من الأطفال والنساء والثكالة إن شاء الله تعالى في جنات النعيم ضيوف عند الرحمن وخفقدناهم ولكن ضيوف عند الرحمن مكرمين فانطلبوا الله تعالى للا أسماء الله يرحم الوالدة ديالك الله يوسع لها الرحمات الله يسكن فسيح الجنات ويجعل فئة العليين ويباركهم الله في الوالد ويعطي السلام والعافية والصحة والبركة ويجعل أوقاته بالذكر معمورة ودي مناسبة أيها الأحباب الكرام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله